أيضاً من النقاط التي حاول أن ألبس فيها هذا الإباضي المدعو مسعود مقبالي علي وعلى المسلمين وعلى الإسلام كله أنني ذكرت أن الإباضية يقولون بخلق القرآن فهو لما رد علينا جاء ليثبت أن القرآن مخلوق ولم يأتي بدليل للأسف أولاً نبذة تاريخية عن القول بخلق القرآن هذه عقيدة دسها اليهود حينما أخذها الجعد بن درهم من اليهود كما هو مبسوط في كتب التاريخ الإسلامي أخذها منهم ونشرها بين المسلمين والغرض من القول بخلق القرآن غرض اليهود أن يقولوا للمسلمين ليس بين أيديكم كلام لربكم إذن لا يوجد دليل يستطيع المسلمون أن يستدلوا به لإثبات حجة الإسلام بأيديهم أبداً إذا قالوا ليس بأيديهم كلام لله سبحانه وتعالى وهذا كان غرض اليهود من هذه العقيدة الكفرية الفاسدة وقد حكم أئمة الإسلام بكفر من قال بأن القرآن مخلوق كما هو موجود في البداية والنهاية لابن كثير وغيرها أيضاً من كتب السير وكتب العقاية الطافحة بذلك أدى أولاً ثم نشرها الجعد بن ذرهم فجاء الحاكم خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى رحمة واسعة لما كان يقول الجعد إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا يعارض القرآن لأن الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما وقال ربنا جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا فكذب القرآن فأخذه الحاكم خالد ابن عبد الله القسر رحمه الله في عيد الأطحى فقال أيها الناس ضحوا ضحاياكم تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم فذبحه تحت المنبر فشكر المسلمون والعلماء والأئمة له ذلك رحمه الله رحمة واسعة فأخذ العقيدة بعد الجعد بن درهم أخذها الجهم ابن صفوان عليه لعنة الله ونشر القول بخلق القرآن فقتله الحاكم سلم ابن أحوز رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصارت هذه العقيدة الباطلة بائدة منذ ذلك الوقت إلى جاء عام سنة 218 للهجرة في آخر خلافة المأمون والمأمون كان في أول أمره يحب العلم ويحب العلماء حتى دخل عليه بشر المريسي وأحمد ابن أبي دؤات عليه من الله ما يستحقون دخلوا عليه فأدخلوا عليه القول بخلق القرآن وإنكار صفات الله سبحانه وتعالى التي جاءت في القرآن والسنة إلى غير ذلك من البدع والضلالات فأنشأ لهم المأمون داراً يسمى بدار الحكمة واستوردوا الكتب اليونانية والرومية فترجموها إلى اللغة العربية ومعلوم أن الفلسفة اليونانية أفسدت بين المسلمين أفسدت وأدخلت عليهم ما يسمى بعلم الكلام ومن علم الكلام جاءت جميع هذه الأباطيل ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لئن ألقى الله بكل ذنب سوى الشرك بالله أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام كما نقلوا عنه ابن كثير في البداية والنهاية فلما مات المأمون أوصى إلى عهد إلى ابنه عهد إلى ابنه أو إلى من بعده المعتصم أن لا تقضي أمراً حتى تشاور ابن أبي دؤاد وهو القائل بخلق القرآن وكان رئيس القضاة عند المأمون فنشروا هذه العقيدة بقوة وحاسبوا بل قتلوا أهل السنة وعلماءهم كما قتلوا كما قتل الواثق الذي جاء بعد المعتصم قتل العلامة الإمام أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قتله بيده الواثق وفصل رأسه عن جسده وأعطاه لابن أبي دؤاد وغيره فقطعوه إرباً إرباً وأخذوا رأسه وعلقوه في بغداد وعلقوا جسده في مكان آخر وصلبوه وصار معلقاً شهوراً طويلة إلى أن جاء عهد المتوكل على الله الذي جاء بعد الواثق وهو أول من نصر السنة بعد المأمون والمعتصم والواثق وهو المتوكل على الله جعفر بن المعتصم عليه رحمة الله فأخذ رأس أحمد بن نصر الخزاعي وجمعه إلى جسده ودفنه فشكر له أهل السنة ومنع القول بخلق القرآن وأصدر أمراً أن كل من قال بخلق القرآن يسجن حتى الممات حتى الممات ومنع علم الكلام وفرض تعليم الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومنع غير ذلك فجزاه الله عن الإسلام خيراً وعزل ابن أبي دؤات من رئاسة القضاة ورشح له سأل الإمام أحمد فرشح له رجلاً من أهل السنة عالماً فولاه رئاسة القضاة وانقضى هذا القول بخلق القرآن فهذا تاريخه أما حكم القول بخلق القرآن فهو كفر لأن القول بأن القرآن مخلوق تكذيب لكلام الله سبحانه وتعالى لأن الله تبارك وتعالى قال وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا وقال الله سبحانه وتعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله الذي هو القرآن حتى يسمع كلام الله فالله سبحانه وتعالى سمى ما أنزله في القرآن كلاما له فكيف يأتي آتٍ بعد ذلك ويقول ليس لله الكلام أو أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم أو كما قالت الأشاعر الكلام في نفس الرب والقرآن هو ما أخز عن اللوح المحفوظ وقالوا في رواية هو تعبير جبريل أو تعبير رسول الله لذلك يقولون عن القرآن هو حكاية عن كلام الله كما تقول المعتزلة ويقولون عن القرآن هو عبارة عن كلام الله كما تقوله الماتريدية وكلها أقوال باطلة مصادمة لنص القرآن قال الله عز وجل أيها المؤمنون وكلم الله موسى تكليما انظر إلى التوكيد تكليما كلمه ثم قال تكليما وهم قالوا الله عز وجل لا يتكلم وأكده الله عز وجل بقوله جل وعلا وكلم الله ثم قال تكليما وغيرها من الآيات والأحاديث كذلك كما ناظرهم الإمام أحمد بما روى مسلم عن خول بنت حكيم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة بكلام الله فسمه كلاما لله عز وجل تاما هذا أولا والدليل الثاني أنه أمر بالاستعاذة به بكلام الله وقد نهى الله عن الاستعاذة أو الاستغاثة أو الدعاء غيره من المخلوقين فلو كان كلام الله مخلوقا لما أمر رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي نوحة من عند الله لما أمر بالاستعاذ بكلامه فكيف ينهى عن الاستعاذ بمخلوق ثم يأتي ويأمر بالاستعاذ بكلام الله وهو عنده مخلوق فهذا محال لأن كل من عند الله وقد قال الله جل وعلا ولو كان أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ثم هناك مناظرة قوية جدا في ثواني ثواني عديدة ناظرها شيخ ذكر ابن كثير في البداية والنهاية لابن أبي دوات القائل بخلق القرآن والناشر لهذه القولة الإباضية اليوم التي تسعمها الإباضية اليوم وهذا الرجل فرس النار الإباضي كيف ذلك دخل شيخ على الواثق وهذه القصة يحكيها محمد المهدي بن الواثق ابنه قال دخل شيخ على أبي أمير المؤمنين الواثق فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين الواثق لا سلم الله عليك هكذا قال لا سلم الله عليك فقال يا أمير المؤمنين بئس ما علمك مؤدبك قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فلا رددتها ولا حييتني بأحسن منها فقال ابن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين الرجل المتكلم فقال له الواثق ناظره يا ابن أبي دؤاد فقال ابن أبي دؤاد للشيخ يا شيخ ما تقول في القرآن أمخلوق أم غير مخلوق فقال الشيخ يا هذا لم تنصفني المسألة لي فقال سل فقال هذا الذي تقوله علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوبكر وعمر وعثمان وعلي أو ما علموه هكذا مكتوب أو ما علموه قال ما علموه قال سبحان الله علمت ما لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوبكر وعمر وعثمان وعلي قال فخجل ابن أبي دؤاد وسكت ثم عاد إلى نفسه وشيطانه مرة أخرى فقال أقلني أيها الشيخ فقال أقلتك قال علموه بعدما قال لم يعلموه قال علموه قال وهذا الذي علموه أدعوا إليه أم لم يدعوا إليه قال بل لم يدعوا إليه قال سبحان الله تدعو إلى ما لم يدعوا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوبكر وعمر وعثمان وعلي قال فخجل وسكت فقال الشيخ أما يسعك ما وسعهم أي ما وسع رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي فدخل الواثق في بيته واستلقى على ظاهره كما حكى ابن محمد المهدي الواثق قال وهو يقول أما وسعك ما وسعهم وترك ابن أبي دؤاد وقولته الخبيثة آدى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم